للأسف بعد انتهاء الحرب يلي دامت لفترة طويلة تم التعامل مع الماضي على أساس التسامح السطحي يلي ما قدر يحقق السلام الحقيقي وبعضه عم بيؤدي للتوترات بالبلد أطلقت الأمم المتحدة برنامج مشترك حول التعامل مع الماضي ذاكرة من أجل الغد بيهدف المشروع على دعم العائلات والمؤسسات الوطنية بجهودها للبحث عن الحقيقة وتعزيز الزاكرة الجماعية وأيضاً السير نحو المصالح بإطار المشروع طور المكتب الأقليمي للمفوضية السيمية لحو الإنسان شركت مع تسع جماعات بهدف إنشاء نوادي لحو الإنسان المشروع الأمم المتحدة للمشروع لقد بدأت التحقيق والمتحدة للمفوضية السيمية لحو الإنسان لا يمكننا فقط تقلق المتحدة، يجب أن نقرق المتحدة Then the Civil War many people were reported to be abducted, kidnapped and disappeared And they are still not found till today My uncle is not the typical missing person of the Lebanese Civil War He is undoubtedly a taboo still breathing but not existing كمان للشباب دور أساسي بالمسائل وبالبحث عن الحقائق طبعاً هذا مسار طويل وشاق ولكن التحدي الأكبر أنه يكون متصق مع المعايير الدولية لحوال أنسي